حضرتك ممثل كوميدي من سنين بيقوله جداً لأ وكل أعمال حتى الأدوار الصغيرة جميل وخفيفة على القلب بعض الفنانين يتقلوهم كده انت تحب تمثل كوميدي يقول آه بس هي الكوميديا بصراحة أصعباً وإزاي أضحك الناس الجملة دي احنا اسمعناها كتير قوي وكأن اضحاك الناس مهمة صعبة جداً حضرتك بتشوفها كده برضو لا مش معنى ما عرفش ربنا مديني يعني مش حاسنها صعبة بالنسبالي لأن احنا طول من صغري وأنا في ابتدائي افهات وضحكوا ونقطوا بتاع فحتى لما أنا مثلت وخدت المساحة دي ما حصلتش أن أنا بمثل يعني ما أنا مش جنيوس يعني أو اخترعت حاجة أو أحملت حاجة لا هو ده كل صحابي اللي هو ده اسمعين فرغالي بطبيعة يقول له احنا شوفنا في رمضان السنة دي اي فعشان كده أقولك مش محتاجة طب هي ليه صعبة على ناس سنة ربنا مش بديهم ده القبول القبول والإعدادية والسنوية وكل حاجة الحراك شايف أن الممثل الكاميدي لازم بطبيعة الحال يبقى دمه خفيف لا مش شرط فعلا اه يعني فيه ناس في طبعاتهم ما بيتكلمه مش خالص اه لكن لما يجي مثل لا بيخرب الدنيا يعني مش كل فنان كاميدي لازم يبقى هنيدي أصل لوحدك وانت بيتكلميني فيه أشخاص معانا في دماغي دون ذكر أسامي يعني لا هتذكر أسامي يعني مين الفنان الكاميدي اللي يعجبك يعجبك في تمثيله ويعجبك في شخصيته مين لا يعني المعظم اللي حضر في زيني مثلا الفنان أكرم حسني الفنان أحمد أمين أحمد فامي شام شيكو عمبي مرغاني مصطفى خاطر لا في كتير في كتير أنا أتكلم عن الحاليين يعني حالو الحاليين هسألك على اتنين من الأسماء فنان أحمد أمين مصنف كاميدي السنة دي شفت دوره لا ما إحنا قلنا بنصور لغات 25 رمضان بس لازم أتفرج عليه لأن أنا على المستوى الشخصي شغلت معاه مصرح ومسلسل وصيع وكمشاهد أنا بحبه فطبع لازم أتفرج عليه خلي بالحضرتك في ناس كتيرة جدا عندهم إمكانيات بس فين المخرج اللي عنده الرؤية هيطلع ده نجح فوق النيابة هتلاقي في كل المسلسلوات أفلام وكالنيابة بواب بواب ودي بتضر الفنان نشوف أنها ضرر لي أنه يتحط في اللفظ تبقى أعطيك حاجة الفنان عمر عبدالين آه ما كان قاعد فترة بعد ما طلع قاعد كتير لما جي المخرج خالد يوسف وطلعه قامت وكان جميل وغيره كتير بس مين اللي هيجازف ويطلع يراهن على فنان ويقول هو ده أنا هتطلع منه ده لو حضرتك ليك الاختيار تختار يعني مين فنان تقول أنا أحب أشوفه في دور كوميدي مين من الزملاء من النوبة ما يسيرتش كوميدي يعني؟ آه لا والله يعني زيني حلام مش مش حضر بحضر آه آه صعب آه واحدة من الوجوه الجديدة زي ما حضرتك ذكرت قويت إن اكتشاف المواهب الجديدة واحدة من الوجوه الجديدة السندي رحمة أحمد آه طبعا مششفت مشاهد مربوحة؟ آه شفت كده حاجات صوير بعض للإن أنا كنا بنصور اللhey طبعا بصي الآــــــ الـــــــ للناس اللي زي دول رحمة دي الناس بتخش في القلب دول ما بعد تستأذينش ب كلانا أجمعنا أنهو حلو وربنا طبعا ده يعني نكحة وربنا يا ربنا بحباه جدا طبعا بانصاحب ايح ؟ أو تنصاح فنان بيبتدي وخد شهرة جدري جدا في بداية حياتو ب ايحو؟ يعني نصيح كتير اوه بس يعني يبقوا في حياتهم كده يبقوا قرابين من ربنا عشان ربنا يبارك لهم ام انما فنيا وبتاع دي كل واحد بقى بطريقته بطريقته مافيش غلطات فنية شائعة انت شفتها بعينك في المسيرة الطويلة زي وما تتمناش ان الشباب الصغرين يقافية لا يتقوا لا بس انا اقول له حديث حاجة بدون ذكر أسامي أنا أخدت دور فيلم مكتوب على اسم الشخصية روحت كان بنتي نرمين في سنوية عامة ساعتها صارت الفجر ونامت هي صحيت قارت الشخصية دي وبعدين صحيت أنا فبخدها في حدن كده شوية صبحية كده حدن أبوي فهي في حدن قلت لي ايه بوبا فيلم من العيدة بتا انت تعمله قلت لان انت قارتيني وشفت لان العيدة قلت لان قررت ان انا معملوش وهي في خدم تمام ومعملتوش والمنتج دي كنت شغال معا كتير جدا اقسم بالله عمل علي كرس ومستغلت الشو مرفضت بس ربنا شفه هو ده بعد كم سنة وكرم اكرم كبيرة عشان قدتين استحرموا حسيت انه مش ملائم لأ استحرموا بي انت قالت لي دعيني الأدب عشان أنا مربيه على كده ومقرطوش بس انا حسد ده يعني اللي بتقوله ده هو هي صدقة فيه ولما الفيلم ده تعمل هذيك ما حسيتش انه فاتك حي رأي رب واحدة او